برضو بشموانسة النهاردة احنا كلامنا يمكن الحلقة كلها بمناسبة ان احنا عاملينها لدكتور ساروت كذكرة جميلة النهاردة منتكلم عن العطاء والكتاب كلمنا سواء في الموعوز على الجبل او في امور كتير جدا عن العطاء ومن سألك فاعطي ومن يعطي الفقير يقرض الرب ومن يعطي الفقير لا يحتاج حاجات اللي اتعلمناه والمعطب السوري يحب الرب والكلام اللي احنا اتعلمناه منه احنا صغيرين ازاي الانسان يهتم بالعطاء وصفات الشخص المعطاء تبقى ازاي الحقيقة سيد المسيح في الموعوز على الجبل اهتم بحاجات ما كانتش تيجي في مخيلة الانسان من ضمنها العطاء والعطاء ما يكونش فيه صورة الرياء والعلانية فكانت العطاء قال انت بتدي المين بتدي لاخوك انت ما بتديش لاخوك انت بتديني انا طبعا ده ربنا اللي بيديك كل لكن هو يدخل يقولك انت بتدي للفقير كأنك بتديني ولازم يكون العطاء في الخفاء والعطاء اللي فيه المظهرية ده عطاء غير مقبول عشان كده مسيح يقول الحق اقول لكم قد استوفوا اجرهم صحيح انت جيت اديتني وانا اديتك كرامة اديتني خدمة وانا اديتك مجد ده عطاء متبادل صحيح يقول الحق الحق اقول لكم قد استوفوا اجرهم انت خلاص خدت اجرك هيجي لي اعمل ايه هيجي ما خلاص ده ملوش في السامن وما الامتى يبقى العطاء ليه تامن وليه قيمة لما يكون العطاء في الخفاء عشان كده قال له لا تجعل يمينك تعرف ما يفعله يسارك ما تفعله يمينك ما تخليش انت حتى مش عارف انت بتدي وبتدي بساخاء لدرجة معلمنا بولس يقول آية عجيبة جدا يقول قال الرب مسك كلمة العطاء والدهالنا بشكل عجيب طبعا قبل كده قال الموعط المسرور يحب الرب وحضرك استفدت فيها في الاول قال لك مغبوط هو العطاء اكثر من الاغذ مغبوط هو العطاء لان الله نفسه عطاء الله هو نفسه ذاته عطاء ادانا نفسه كا ادانا كل حاجة وادانا نفسه كامل فبقى العطاء هو السمة المتميزة لولاد ربنا صحيح ولما بنعمل عمل رحمة كأننا بنتمثل بالله ولما ندي عطاء يبقى كأننا بنقول على الله يعني حتى في تعبيراتنا درجة العاطي العاطي الساخي صحيح الذي يعطي بسخاء ولا يعيش العطاء هنا حاجة مهمة جدا وتكون فيها الحب وفيها الاتضاعة ودي كانت من سمات الدكتور صاروة على فكرة يعني حضرتك في المقدمة قدمت مقدمة مبهرة نعم ربنا خيرك شو إزاي الدكتور صاروة يرفض أنه يكلم عن نفسه ليه هو حضرت في ودنه الآية اللي قالها سالي المسيح الحق أقول لكم قد استوفوا أجرهم العطاء هنا سمة مهمة جدا لكل من يستطيع أن يعطي مش بس عطاء مادي هو العطاء المادي ده مهم جدا لكن العطاء فيه سور عديدة للعطاء أحياناً الواحد يدي بتصرفه يدي بالقدوة يدي بالاتضاع يدي بالحب كل ده لصور العطاء وفيه يدي بالمادة يدي يشوف الموضوع مش واحد محتاج هقوله ربنا معاك وقويك وطبطب عليه لازم أشوف احتياجه هنا العطاء في الخفاء كأني بتعامل مع ربنا طبعاً فيه أمور بتحتاج لعطاء علني فتبقى بديهيات أمور طبيعية العطاء هو إحدى السمات اللي السيد المسيح ركز عليها السيد المسيح في مثل الغني والعزر قد عبارة كانت رهيبة للعزر اللي دخل فردوس قال للعزر استوفى بلاياه استوفى بلاياه يعني إيه؟ استوفى أسقامه استوفى أتعابه فلازم يجي يتمجد أما الغني استوفى خيراته خلاص اللي ما بيديش لحد اللي بيبص لنفسه يتلزز ويتناعم كل يعني بذاته بس بذاته ولا ذاته بالضبط عيش يا نفسي سنين عديدة ويبص النهاردة عيش النهاردة ومش مهم غير يعيش ويتغادع عن اللي حواليه المحبة بتفقد نتيجة إنه ما فيش العطاء